رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في لقاء جماعه بوزير الخارجية الألماني هيكو ماس في العاصمة بغداد أن العراق يدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم من جانب آخر كدى وزير الخارجية الألماني دعم بلاده دور العراق المتوازن في المنطقة الذي يزداد أهمية في ظل تطورات الإقليمية والأزمة الراهنة الأمريكية الإيرانية كما أعرب عن قلق برلين البالغ واهتمامها الكبير باستقرار الأوضاع في المنطقة قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد طريف أن الأوروبيين ليسوا في موقع يؤهلهم لانتقاد بلاده وفد طريف عشية زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الألماني هيكو ماس إلى طهران أفد بأن سياسات أوروبا والغرب عموما في المنطقة لم تفرس والضرر وبأنه يتعين على الأوروبيين وأعضاء الاتفاق النووي تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران وفقا للاتفاق النووي بعض الدول الأوروبية كألمانيا توقفت عن بيع الأسلحة للسعودية التي تقصف الشعب اليمني والبعض الآخر لم يتوقف بعد يجب الرد على ارتكاب الجرائم في منطقتنا ولكن بالمجمل أيضا على الأوروبيين وأعضاء الاتفاق النووي تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران وفقا للاتفاق وللقرار 22-31 فما يهم في الاتفاق النووي هي النتائج وليست القرارات لا يمكن للأطراف الأخرى القول بأنها حاولت ولم تحقق نتيجة لأن إيران عندها يمكنها أيضا أن تحاول ولا تحقق المطلوب منها